كل التوفيق والنجاح لويسام وكل المقبلين على اجتياز شهدت البكالوريا تولياً وفي شان الصحراوية كده ممثل الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو الأممية سيد محمد عمار في بيان صحفياً جبهة البوليزاريو قد ضحظت مجدداً سياسة التضليل والتلفيق والأكاذيب التي ينتهجها الاحتلال المغربي والدعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشان التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين من قبل جبهة البوليزاريو مبرزاً في رده على هذه الأكاذيب أن العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية تعمل في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود ولم يدعم أي منها هذا النوع من الإدعاءات السافرة ولم يجد ممثل دولة الاحتلال لدعم مزاعمه سوى الاستجهاد ببعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعية التي يعرف جيداً مروجها وممولها